طيب ما جزاء المتكبرين يوم القيامة مولانا؟ والله يا أخي جزاء المتكبرين في أبواب كثيرة جداً في كتب الأحاديث يعني حين تقرأها تشعر بأن بدنك يشعر فعلاً من وذا أنا أفهم ليه هذا التغليز في العقوبة لأنه أصله ادعاء الشرك مع الله احنا قلنا أن الله بيّن للناس أن الكبريات دي حاجتها صفتي اللي أنا مختص بها ومحدش كأن واحد ولله المسألة الأعلى لكن لا بد في مقام التعليم أن نضرب هذه الأمثلة كأن شخصاً نزع رضاء الله منه سبحان الله طبعاً فانظر بقى فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار فهذا الذي يتكبر هو هكذا كأنه يعني تجرأ على الله تجرؤاً لأنه يعني شاركه أو أراد أن يشاركه في أخص أوصافه التي ذكرها ونبه عليها وأنها له وحده دون غيره يعني ما ورد في القرآن آيات كثيرة جداً للمستكبرين والمتكبرين تفوق الخمسين آية وكلها انذار ووعين للمتكبر وكما قلنا برضو يعني المشكلة إيه؟ المشكلة أنها فيها رائحة الشرك وعشان كده فيها العذاب الأليم فطبعاً يعني أنا أكتفي بحديث واحد فقط من هذه الحديث وهو يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الذر اللي هو الهفاة الهباب الصغير ده اللي يعني أحياناً في شعاع الشمس تبقى في حاجة صغيرة كده والذر اللي هو أصغر شيء وأحقر شيء هم يحشرون إيه هم القيامة في صور في أمثال الذر في صور الرجال ذرة ولكن هي مصورة على صورة هذا الذي كان يعني يتكبر وبعنين ومن فيها عقوبة الاحتقار طبعاً عقوبة الاحتقار عقوبة بما كان يفعله في الدنيا بالضبط اللي جاي حيوضح ما تقول أكثر وفي نص الحديث يعني يحشر على المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يعني مش بس ذر وخلاص وعرفناهم أن دول ناس لأن بيرجعهم لحقيقتهم وأنهم صغار وليسوا فيش حد كبير في اللعب تكبر